بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن كورس Digital Image Processing طبعاً Digital Image Processing ده كورس بيزيك في الكمبيوتر ساينس أو في كليات الحسابات والمرمات أو كليات الحسابات والزكاء الاسطناعي هو يعتبر fundamental course في الامج والأدبانسي هو كورس الكمبيوتر بيزيين طبعاً ده كورس حيوي ومهم جداً في عالم الكمبيوتر وما يفعش حد يبقى اكسبرت في الكمبيوتر ساينس وما يعرفش التعامل مع الامج أو الفيديو أو الفلترينج والالجوريزم الخاصة بي طبعاً احنا طبعاً عشان نتعامل مع كورس Digital Image Processing هنحتاج ان احنا نشوف ريفرانسز أو كتاب يعني نمشي على أساسه بحيث نبقى عارفين ان ايه هو المحتوى وان احنا خلصنا ايه من المحتوى ونبقى عارفين ايه الحاجات الاسسية او الحاجات المحروض على الأقل يعني اي حد يعرف طيب طبعاً في الفيرين انت تدور على اي ريفرانس كل ريفرانس بتبقى اكد الحاجات الاسسية بتبقى موجودة الاختلاف الطريقة والاختلاف في السنة والناشر وممكن يكون فيه اضافة من اي كتاب ولكن فيه كتاب مشهور في الديجتال ايميجي بروسسنج اللي احنا بنشتغل عليه اسمه ديجتال ايميجي بروسسنج اللي جونزلز والكتاب ده في الحاجات الاسسية منفوتة شرح في في الديجتال ايميجي بروسسنج طيب الكتاب ده طبعاً متقسم انتو شابتر الشابتر الاولي بيكلم عن ديجتال ايميجي بروسسنج او انتروداكشن ديجتال ايميجي بروسسنج مبدئياً ايه هي البكتر وليه انا مضطرة اتعامل ليه احنا بنلجأ ان احنا نصور شخصياً بكل بساطة لو في حد جي مثلاً قالك لو سمحت وصف لي حد معين او في حد معين شفته وننفرد مثلاً هو ده اللي عمل الجريمة او حد هو اللي ادك حاجة معينة وانت عايز تقول للشخص تاني ان اللي اداني الحاجة دي واحد فلان فانت محتاج توصفولي لو الشخص اللي انت بتحكي عنه ده انا معرفوش محتاج توصفولي فممكن تقول توصف باقي لما الانهاية ممكن تقول طوله وشكله ولونه ولبسه وسنه وان هو ولد او بنت وكل التفاصيل ممكن تقول تفاصيل كتير جداً ممكن تخش في وصفه اللي هو مش شكل ممكن تخش في وصف اللي هو اخلاقه من كتر ما انت عايز تقرب الصورة ولكن لو حصل وكت انت بشكل ما كنت خدت صورة لي بأي طريقة او هو كان ادك صورة لي او طفر انت كده خلاص الصورة اللي هي معاه فيها ريتش انفورميشن عن الشخص نفسه مش محتاج تقول كل التفاصيل دي كلها وحتى لو انت قلته مش معاك الصورة مش تقدر توصفه زي ما الصورة وصفته يعني صورة واحدة بتغني عن الاف الكلمات تمام طبعا الرفرنس اللي موجودة وفي يوتيوب تشانيل اللي موجودين بيشرحوا الكورس من الاول للاخر سواء كان بالعربي سواء كان بالانجلش فإنك في حاجة معاينة مش فهمها او عايز تفهمها اكتر تقدر ترجع لي الكتب دي او اليوتيوب بالعربي او بالانجليز تمام طيب الباسك شابتر اللي المفروض هنتكلم عليها في الكورس ده شابتر 1 طبعا الكمبريشن ده شابتر بيتاخد في كورس الواحده اعتقد في كورس ملتميديا او تفرع حسب المكان اللي انت فيه بتاخد في كورس ايه بس هو بالنسبة لنا احنا في كورس الامج مش بيتاخد كشابتر بيتاخد ككورس الواحده طيب بعد كده هناخد المرفولوجي والامجي سيجميتيش طوال شابتر ده مش معنا وانحنا لغاية شابتر آتين طيب اول اول مخاطرة بتتكلم عن إيه بتتكلم عن الانتوردوكشن وايه هي الديجي الفيكرة يعني لو انت عايز عايز تعمل بروس سينيج بحيث أن الأوتبوت أو بعد ما أنت تتخلص بروسيسنج هتوري الحاجة دي لإنسان يبقى ده الكور بتاع الديجتر المجي بروسيسنج ولكن لو أنت بتعمل بروسيسنج وفي الآخر هتوري الأوتبوت ده لكمبيوتر يبقى أنت كده ده المين كور بتاع الكمبيوتر فيجن بمعنى أننا ممكن في الحاجات الأساسية عايزة بس أعمل إنهانسمنت عايزة الصورة تبقى معايا وحسينها بحيث الإنسان اللي هو بيعمل بروسيسنج على الصورة أو نوع عايز الصورة دي يقولك مثلا دي صورة للأرض دي صورة للأمر صورة فيها يعني وطفر إيه اللي يبقى فيها لو الإنسان هو اللي هينتربت الصورة دي فأنا محتاجة بس أعمل إنهانسمنت أعمل سجمينتيشن أعمل بس بحدد أو بكلير الصورة لكن لو أنا هعمل بروسيسنج بحيث في الآخر بعد بروسيسنج دي أعتبر بروسيسنج دي أعتبر بليه بروسيسنج بديها لكمبيوتر الكمبيوتر بقى يقدر يعمل حاجات أفضل من إنه هو بس ينتربت الصورة أو لو أنا أصلا عايز أخلي الكمبيوتر يتعامل زي الإنسان يعني الإنسان يقدر لو وديت له الصورة يقولك اللي موجود في الصورة ده هيومان ولا أنيمال ولا وطفر ويقدر يتعامل الصورة مش مجرد أنه يقول اللي موجود أنيمال أو لا ممكن يقول يعني ممكن يقول يعني بنت بترتدي قبعة يعني يقدر يدسكرايب الصورة الوحدة ولو أنا عايز أخلي أبني ماشين ليرنج أو أبني كومبيوتر فيه من artificial intelligence إن هي بتحاكي زكاء الإنسان أو بتحاكي سيميولات طريق التفكير الإنسان ساعتها أقدر إن أنا أقول لذلك في كومبيوتر فيجن وبعمل الهانسمنت عشان أدي الحاجة دي للكومبيوتر للكومبيوتر يقدر يعمل advanced algorithms عن الحاجات العادية أو الحاجات الbasic فده الاختلاف وده معناه إن الكومبيوتر فيجن فيها حاجات تانية غير الهانسمنت زي مثلا الobject detection الobject recognition الscene analysis إن أنا ممكن الاناليز الصورة اللي قدامي أو الفيديو اللي قدامي وهكذا طيب فده الاختلاف ما بينهم ده advanced وده fundamental وكل واحد فيهم ممكن يعمل إيه والعوبب بتاعي الimage processing بيكون لمين لو الإنسان يبقى image processing لو لو كومبيوتر يبقى كومبيوتر فهنا بقول the process output images are for are for use by computer وهنا are for use human consumption الإنسان يعني طيب طبعا لو هنطرق الكمبيوتر فيجن هنلاقي إن هو يقدر يعمل لو خدت الصورة عملت على processing هقدر بعد كده أعمل مثلا feature extraction أعمل better classification وطبعا حاجات أسسية جدا في machine learning طيب طبعا أنا عندي ثلاثة مين tasks في image processing وهي أو ثلاثة مين scenarios ممكن أتعامل بهم وهو إن أنا لو ال input بتاعي كان image أو لو أنا بعمل الجريزمي بحيس ال input بتاعي image وال output بتاعي image يبقى أنا كده بعمل image processing بعدي الحاجة في الصورة لكن لو أنا ال input بتاعي image وبحتاج في الآخر بيبقى عندي بطلع attribute أو برامتر خاصة بالصورة يبقى بعمل image analysis لكن لو دخل الصورة وفي آخر بطلع high level description of الصورة بعمل image understanding بمعنى لو أنا مثلا لو أنا مثلا عندي صورة وفيها مثلا وتبر مثلا الشمس أو أي حاجة وفي هنا ضباب اللي هو إن أنا مثلا الصورة مش clear وأنا بصور الحاجة دي كانت مش clear فأنا محتاج أعمل processing عليها بحيس إن أنا أقول إن دي صورة للشمس مثلا أو صورة لأي كوكب معين بس من غير الضباب دا دباب دا شيله ماشي يبقى أنا كده عملت image processing أو image enhancement بحس إن الimput بتاعي كان صورة والأوب بتاعي كان برضو صورة ولكن متحسين عنه شوية لو حصل وكان عندي input image والimput image دي مثلا ونفت فيها person معين وأنا قلت لك إيه اللي في الصورة طبعا ده الimput وأنا كان الأوب بتاعي أو بتعمل شوية بلستيسنج بحس في الآخر بتقول لي إن شوية parameters اللي هي مثلا ال color بتاع العين ايه ال distance between العينين ايه أو mouse area ايه تمام mouse area أو الحاجات دي كل لا يعتبر ايه اعتبر أو حسابات أنا بطلعها في الصورة لما بيكون الimput image والأوب شوية حسابات أو measurement وبأنا كده بعمل image enhancement image analysis لكن لو أنا كان عندي صورة وزي ما قلت لكم مسلا ونفرض مسلا agir مش عارف أعرف 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 المسلا as wearing ahead دي مسلا ونفرض الين ذي ahead طيب لو أنا عندي صورة بالمنظر ده image in وبعمل algorithm معي أو بعمل حاجات كتيرة بحيث في الآخر تقول لي مثلا in djr أنت كده عملت يعني recognition أن اللي موجود في الصورة ده gyr وما قلتش كمان djr ده أنت قلت gyr is 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 wearing a hat يعني هي أصلا بترتدي كبعة كمام كده عملت image understanding عايز أفهم إيه اللي في الصورة كمان يا إما بأفهم بحيث أن أنا بطلع أقول إن هي دي gyr طب حد ذات حاجة كويسة أو إن أقول إن هي هاد برضو دي حاجة كويسة أو إن أنا أعمل يعني high level description أو إن أنا أزود بقى في الليبل بتاعي وإن أنا أقول gyr is wearing هات يعني أعمل statement أو أعمل description للصورة فدي الثلاثة stages للأساسيين في image processing image processing image analysis image understanding الدنيا بتمشي إزاي في digital image أو الصورة أصلا بتتكون إزاي ببداينا بيكون عندي source من illumination source أو source مصدر للضوء بيسكت على أي جسم في الدنيا وتفر معناه إيه ده مثلا تبقى صخرة ممكن يبقى إنساء ممكن يبقى أي حاجة illumination source ده بيسكت على الجسم المعتم ده الجسم ده بيمتص جزء من الصور من الصور أو من الضوء وبيعمل إنعكاس للأخر لو الجزء لو الإضاءة المنعكسة دي أو الضوء المنعكس ساقط على imaging system أو system يعني valid إنه هو يشوف زي العين أو الكاميرا هيتكون هنا في الآخر صورة للإمج والإمج والإمج دي بتكون إلى حد ما continuous بنبدأ نحول الإمج الكونتينوز دي إلى digitized image أو نعمل لها digitalization علشان خطرة في الآخر تبقى discrete أو تبقى digital وبالتالي تبيستورد في الكمبيوتر أو إن أنا قدر ربزنتها على هيئة matrix بحيث طبعا المتريكس دي بيكون لها width وليها height مثلا width n والheight m وبيكون لها إحداثيات وبحيث طبعا أنا مش هينفع ألاقي ماينفعش ما بين البكسل ماينفعش ألاقي بين البكسل التانية حاجة زي كده حاجة continuous كده لا دايما البكسل مليانة من الأول للآخر بحاجة كلها zero كلها مثلا one كلها pixel value مثلا 15 أي حاجة ماينفعش ألاقي حاجة كده في النص حاجة في النص ما بين البكسل والتانية لا دي digital digital يعني هي zero ويا one يا حاجة مافيش levels فدي لحد ما continuous نبدأ أحاول continuous دي لديجيطايز بس اسمها intensity value يعني دي هي ايه هي digital image طبعا ده لو أنا خدت image طبعا الامجز ممكن تبقى gray أو binary أو color لو أنا خدت جزء من الامج ده بحيث إن هو colored image لو خدت جزء وشغير دي باسمها pixel فالبيكسل هي one element of digital image طبعا طبعا أنا دل بقتي قلت إن ممكن ندخل لها أكتر لما ندخل في الكورس هتلاقي إن أنواع الامج ممكن تبقى binary الصورة اللي قدامها ممكن تبقى binary بحيث تبقى اسمها أبيض وشوط بس أبيض وشوط zero one ممكن تلاقيها بنسميها gray level gray level يعني يعني أنت ما بتقولش بقى zero one ممكن تقول zero one two three لغاية رقم معين مثلا 256 255 مثلا خلنا نقول 255 لأنني بدأت من zero مثلا 0 1 2 تمام وهكذا تبقى أنت عندك levels كثيرة levels كثيرة دي بتخلين فيه وضوح للصورة زي الصورة دي مثلا الصورة الصورة دي مثلا مش ألوان الصورة دي مش أبيض دي gray النوع التالت من الصور اللي هي لما تبقى صورة RGB تمام لما صورة تبقى RGB ده معناها أن هي ألوان ومعناها أن أنا عندي ثلاثة gray levels أو ثلاثة gray values من المترج يعني عندي مثلا matrix gray وmatrix ثانية gray وmatrix ثالثة gray المترج دي الغري الأول نية والثانية والثالثة بغمحهم على بعض بالدين الRGB بحيث المترج الأول نية بقول أن هي دي كلمة red ودي green ودي blue يعني بجمحهم على بعض يعني بجيب البيكسل دي أجمحها على البيكسل دي أول بيكسل يعني أجمحها مع أول بيكسل هنا يدينا أول بيكسل بتاع دي فتجيلي ألوان فدي الRGB image إن هي عبارة عن matrix عادي ولكن هي جاية من 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 ثلاثة ماترسيس ثانيين ثلاثة ماترسيس ده هي الDigital image وده معنى الRGB coloring system إن أنت بيكون معك ثلاثة matrix أو ثلاثة digital images لها width ولها height 2D يعني وفي الValues هنا وهنا وهنا ببدأ أجمع البيكسل value دي من كل ال corresponding inc ويجي لي هنا يدي القيمة الجديدة الRGB طبعا الDigital Image Processing هو أن أنا أبدأ أعمل operations على الimage اللي عندي أو الDigital Image اللي عندي بهدف حكتين إما أن أعمل improvement للصورة عايز أحسن في الصورة اللي عندي أحسن في الوضوح بتاعها أعمل أشيال noise ده الهدف الأولاني الهدف الثاني أن أنا أكون مور interested بالstorage وال الترانسيميشن بتاع الimage لأن أنا شوف في الصورة دي بتبعت بتبعت في بتبعت إزاي دي حاجة أو أن أنا أقول أن لما تبعت أنا في الآخر عايز هاتو بي ستورد أو أن أنا عمل لها compression أو أن أنا صغرها على الحجم الأصلي ماليش دعو بالcontent اللي جوه الصورة أنا عايز الصورة اللي أنا شايف بالنسبة للصورة حجمها حجمها والفورمات بتاع والتنسميش طيب زي ما فهنا طبعا لو كان عندي الإمبوت إمج والأوبوت إمج أنا كده بعمل إمج بروسيسنج لو لحظة بعمل بروسيسنج كده هنا بعمل أناليسيز هنا بعمل understanding خلاص فأنا عندي ثلاثة من understanding ثلاثة من استيج دي دي إمج بروسيسنج وهو إن أنا بعمل بروسيسنج وبسمي دي أو بعمل أو أو بعمل بسمي يكون الإمبوت هنا والأوبوت زي ما احنا شايفين اللي هو ده إمج والأوبوت إمج وهنا برضو لو كان إمبوت إمج أو أوبوت أتريبيوت يبقى نسميها إناليسيز وهي هنا لو كان اللي داخل أتريبيوت أو إمج واللي خارج لأندرستاندينج أو دي سكريبشن للصورة دي بنسميها أندرستاندينج أو أو هاي مثال على الحاجة دي اللي هو لو أنا كان داخلي حاجة زي ما قلت مثال لو أنا داخلي صورة بعايز شيل النويز يبقى أنا كده بعمل بس إمج أو أو طبعا في فرق بين أو 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 لو أنا عندي وفيه طبعا أو لو أنا عندي صورة زي كده الصورة مثلا دي وفيه هنا طبعا هي المفروض لو أنا عندي حاجة بالألوان مثلا ده شخص وطبعا بيعمل حاجات مش عارف إيه والحاجات دي يعني لابس حاجات أو لو أنا عايزة أعمل بس كده كنتور حوالين الأبجيكت ده يبقى أنا كده بعمل سجمينتيشن يعني بقطع الأبجيكت ممكن هنا طبعا يبقى عندي مثلا أية حاجة ممكن يكون في بوطل هنا فأنا بقى سجمينتيشن بقول إن ده أوبجيكت وده أوبجيكت الزيازة دي هنا برضو يعتبر إيه أوبجيكت لو كان فيه جنبه ده أوبجيكت يعني بس بجز الأبجيكت اللي موجودة عندي في الصورة بحيث إن الأوبط ده عبارة عن كنتورز يعني نقطة كده بقى أنا بقول ده إيه بقول الشخص اللي أنا عمال هلف حوالي ده ون بس كمن ده اسم إيه بروح آي لأن هو اسم برس بعمل حوالي كده ما بجيبش أنا بقى ال كنتور بعمل حوالي حوالي ريكتانجل وبيقول إن الأوبجيكت تبدله لول كده بقول عليه هو برس ده ال ده ريكوغنيشن تمام ده الفرق بين ريكوغنيشن والسيجميتيشن طبعا فيه برس برس بس إيه يعني نشوف التفاصيل دي آآ طيب فده إيه الحاجات اللي أممكن أعملها لو أنا في الميد لفل بروسسيسنج أو في الاناليس بتاع الامج ممكن نعمل أو أو سيجميتيشن ده من الحاجات اللي أممكن أعملها في في و أنا بعمل understanding إن أنا ممكن أعمل سين understanding زي ما أنا قلت إن أنا مش مجرد بس أنا خلاص عرفت أعمل سيجميتيشن عرفت أعمل ريكوغنيشن عايز بقى أعمل understanding يعني برسل اللي موجود في صورة ده بيعمل إيه ممكن أقول مثلا is we rinj a hat is drinking أو وتفعل أوكي طبعا دي حاجات كتير خاصة أو التاسكس اللي ممكن بتعملها دي المراحل يعني مراحل image processing طيب طبعا ده history يعني الدنيا كتمشي زي الأول قبل أو في المراحل الأولية image processing مبدئيا طبعا كان الدنيا يعني الدنيا كانت بدئية جدا كانت الصور الأول الأبيض والشود بعد الصور بقت gray كانوا بيبعثوا الحاجات دي كيبولز مثلا من نوع كذا بعد إن قدروا يبعثوا كيبولز من نوع تاني بدأوا يعني بدأوا يعني طبعا التواريخ طبعا I'm not more interested about I'm not interested about التواريخ سيفكرة كلها إن إحنا نعرف إن أكيد كان في history حاصل في digital image processing والدنيا بدأت تطور يعني step by step أوكي كي خلينا ناخد مثلا أمثلة على image enhancement يعني أما لأقول image enhancement إيه الحاجات اللي ممكن أعملها بحيث إن أنا أعرف إن الصورة دي كان في input وكان في output والصورة المختلفة عن output بحيث إن هي more clear واحدة من ضمن الحاجات الأمثلة image enhancement إن لو دخل الصورة زي كده ونكون نفروق للصورة يعني سودة كتير وبيضة كتير فلو أنا مثلا كنت مسكت بيكسل من دي وقيت هي السودة وحاولينها مثلا أبيض يبقى النقطة دي noise أو نقطة حاجة كده ما لهاش معنا رحنا شاهلة خالص وراح عمل الدنيا جري وكذا فإن أنا أشيل noise اللي موجود في الصورة وخلي الصورة كده يبقى image enhancement برضو لو الصورة تم تصورها في وضع مثلا في وقت بدري جدا بالنسبة لليوم الصبح يعني بدري جدا ألاقي مثلا أن أنا ممكن يبقى الصورة clear كده لو أنا شيلت الضباب وقو عملت concentration هو noise وشيلت عملت subtraction أو addition عملت addition لبكسل فالوز معين على كل images هتلاقي أن كلها بقت متساوية طيب برضو هنا من ضمن enhancement إن أنا ممكن يبقى عندي هنا الأجزاء من الرئة مش واضحة العظام اللي هنا مش موجودة مش واضحة ممكن تكون واضحة سيننا هنا بس هنا واضحة أكتر أنا عملت enhancement بحيث إن نعمل filtering إن البكسل فالوز دي نتبقى more contrast التح يبقى عالي وتبقى واضحة طيب من ضمن applications أو الحالات اللي ممكن نعمل فيها image processing هي لو أنا مثلا بصور object من بعيد جدا طبعا هو لما هيجي لها هيبقى بالمنظر ده هيبقى blurred يعني مش واضح طبعا بطبق filters معينة تدين الصورة بالمنظر ده برضو ممكن استفاد من image processing في مجال art أو مجال الفنون يعني بحيث إن أنا ممكن أضيف special effects على image ممكن أخلي في object تبقى موجودة وهي مش موجودة ممكن أخلي حد إن هو يظهر سنه أصغر من ما هو عليه نتيجة إن أنا بشيل تجعيد يعني في تجعيد معينة في الجلد ببين اللسن ممكن أنا بالimage enhancement أشيلها أعتبر دي يعني اعتبر إجل صغيرة أشيلها وهكذا طبعا من حاجات مور advanced عن كده ممكن أستخدم image enhancement في مجال وهو إن أنا بعمل أدخلي mr i image يعني image خاصة بكائن معين ممكن أعمل edging أو contour edging fiction بحيث إن أنا في الآخر أعرف البداية ونهاية كل جزء في النفل مثلا ده قلب حيوان أبدأ أعرف بداية ونهاية كل جزء جوه القلب ده هيفدي طبعا إن إن لو حصل وعملت segmentation وظهر لي حاجة هنا والحاجة دي في الطبيعي من مكونات القلب في الحيوان ده أو في الحيوان ده مايبقاش موجود يعني ده معنا أنه هنا ممكن يبقى في humor في ورن معين فدي حاجات ممكن تفيدني طيب طبعا في المجال الجايس أو مجال الأرصاد القوية ممكن لو عملت enhancement يديني صورة مور كلير للحاجات التي احنا بنرسلها طيب ممكن image enhancement يساعدني في مجال industrial في مجال الصناعة طبعا الحاجات البداية جدا أنه ممكن يبقى عندي صورة زي كده ومجرد أنه أقارن الأبعد والاسود ولا الحتة دي لو الأبعد بتاع حكتير ده معنا أن الاساسة بفضية وهكذا يعني تمام وكذلك طبعا لو لقيت كل حاجة في مكانها أو كل حاجة كارنت ده بدأ 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 كله نفس البيكسل أو كل ما فيش واحد فاضي ده معنا أنه العلاج ده ما اتخدش منه حاجة وهكذا طيب بدأ ما نضطر ان احنا نعمل بنفس نعم البي سي بي أو ده معناها أن أنا لو عندي مثلا مكنا بكمبوننت معينة عايز أشوف المكنا دي متوصل بشكل صح ولا لا أبدا خلع البورد هنا دي الامج من هنس بتسمي image processing طيب اللي هي في مجالات تطبيق القانون ممكن مثلا أن أنا أعمل ل أن أنا أعرف لو عندي كاميرا رصدت صورة الرقم العربية يعني أقدر أحاول الرقم ده من مجرد صورة إلى أرقام معرف رقم العربية كان بالزبط بالتالي طبعا من ضمنها أن أنا أعرف بصمات الإيد لو أنا عندي بصمة إيد معينة وكان في حوالينا البصمة دي نويز أقدر أن أنا أعمل image enhancement بحيث أن أنا أجيب الصورة مور كلير عالس طبعا أن الشخص لما بيجي يعني يكون بالجريمة ما بيعملهاش في جو استيول ممكن يكون بيعملها في جو في سرعة وبالتالي الحاجة ببقاش واضحة فممكن قبل image enhancement بجيب صورة مور وكذلك وكذلك طبعا في مجال اي اول يوم بقدر بقدر أن أنا ممكن أعمل image detection أو image recognition أنا ممكن أن فيه هنا object بيتحرك أو أن فيه هنا hand طبعا ده بيفيدني في مجال التعرف على الإشارات لو أنا بتعامل مع شخص معاك يعني مش بيسمع وطبعا ممكن لو أنا بتعامل مع الناس normal عادي خلص ممكن ال-hcci أو image processing ساعدني في مجال أن أنا أعرف أعمل face recognition أعرف rectangle اللي بيربريزنت الفيس وكمان ممكن أن أنا طبعا نلاحظ هنا في الفجر ده أن هو مديني الأزرق على الفيس اللي باصس للكاميرا ولكن أخضر قصدي ولكن أزرق للحاجات الفيس اللي همش ببص للكاميرا وبالتالي طبعا تبقى مش مرأكرة أو مش هتفيدني في حاجة يعني أن أنا لو بعمل برستين كش نعمل أعرف الفيس فهو لو مش باصس لي أنا مش عارف هو مين لأن طبعا عادة ما بيتم تعرف على الشخص في الصورة من خلال عيني أخطر يعني نعم كومبانيش من الفيس ريجون فدي أن أنا برضو دي حاجات ممكن تساعد لنعمل الفيس ديكشن أو فيس ريكو جنيشن الفرق بين الفيس ديكشن والفيس ريكو جنيشن الفيس ديكشن أن أنا أبدأ أقول أن الصورة دي فيها فيس فيس ديكشن لكن فيس ريكو طيب عايزين نتطرك برضو للمراحل الأساسية في ديكتور اميج بروسسسنج طبعا المراحل دي مراحل يعني مثلا لو أنا عملت دي بأعمل بعدها دي ودي ودي فطبعا دي مراحل مترتيبة وترتيب منطقي ولكن أنت مش ملزم أن أنت تعمل كل دي على حسب أنت عايز تعمل فلو أنا عايزة عمل ومش عايزة عمل وبعدين فمش لازم اعمل رستوريشن أو مورفولوجي وهكذا فدي الكي سترجس لها ولكن أنت مش ملزم يعني مش أي حد بيجي يعمل لازم يعمل كل الحاجات دي لا هو بيعمل حاجة منهم على الحسب هو هيستخدم هم السيء أو محتاج لهم ولا لا أول مراحل هو هو أن أنا أبدأ في الآخر أصلا ألقط الصورة أو أن أنا أسجلها عندي وأعملها ديجي تايزيشن وهكذا ألقطها بكاميرا كاميرا بفيتشارز معينة وبعدين أسايفة عندي ديجي تايزيشن بنمبر بيتس معينين وهكذا سورين الامج انهانسمنت هو أن الصورة تبقى جايا لي وعايز أخليها مور كلير بالمنظر ده طبعا فيه image restoration هو الفرق بين الامج طبعا نلاحظ أن الصورة دي ودي واحد يعني أنا عندي صورة عندي صورة مش واضحة طلقت صورة واضحة هنا عندي صورة مش طلقت صورة مش واضحة أكثر وضوحا لكن الفرق بين هم هو image restoration is more important than image enhancement يعني image enhancement دي أنا بعملها عشان مثلا أشيل نقطة في الصورة أشيل مش عارف إيه حاجة كده بقعة مثلا في الصورة ولكن image restoration هو أنا أصلا الصورة مش جالي واضحة فأنا عايزة الصورة دي تجيلي عشان أعرف أفهمها وأشتغل عليها لازم أصلا تبقى جالي خلاص يعني هي لازم تبقى بالشكل ده لازم تبقى image restoration بتأسيوم إن النويز اللي موجود عندي بتبقى مالها distributed equally أو distributed معين ونفر الجاوسيا على الصورة كلها فبقدر أشيلها فيلتر فيلتر بيشيل الجاوسيا النويز المورفولوجي هو ببدأ أعمل برشيس على الصورة بحيث إن أنا أبلع مور ماسيماتيكا فيلتر على الوبجيك بحيث إن أنا أطلع shape مور clear كي السيجمينتيشن زي ما احنا قلنا طبعا السيجمينتيشن إن أنا في الآخر بعمل كنتور كده حوالين أو يعني خط كده من الأول للآخر حوالين الوبجيك اللي أنا عايزة أشتغل عليه وطبعا واضح هنا إن كان فيه shadow أنا مور مور انترست أباوت الوبجيك نفسه الوبجيك ريكوجنيشن هو إن أنا طبعا قلت إن أنا في الآخر بقول الوبجيك ده نوع إي يعني مثلا أنا مثلا هنا ده أنا أنا مش عارفة الوبجيك ده ممكن يكون نوع من أنواع النباتات أو أي حاجة فأنا بعمل classification يعني بقول إن مجرد بعمل كنتور تسك وخلصنا لا بعمل الوبجيك ده في الآخر إي لو هو مثلا نوع من أنواع النباتات فبقول ده بعمل classification أو بعمل recognition ببدأ أحط الوبجيك ده هنا بنسبة كبيرة تمام أو طبع السمبلز دي الrepresentation والdescription ببدأ أrepresent الصورة اللي قدامي زي ما قلت إن أنا بعملها description يعني ببدأ أوصفها لو high level يعني لو high level بوصفها بين هي مثلا بعمل statement متى تتوصف الصورة ولكن ممكن أعمل description أو أعمل representation هو إن أنا الشراء بتبقى جالي كده مثلا continuous ببدأ إن أنا أحطها بشكل discrete ببدأ أشوف orientation بتاعتي ببدأ أشوف الطول يعني dimensions خاصة بالصورة وبالتالي بعملها representation more stable ده description و presentation بالنسبة 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 بالمجي تاخد في كورس الواحد ولكن هو إن أنا ببص بس على صورة بالنسبة لي ماليش دع عن محتوى أنا أهم حاجة بالنسبة ل size و عايز مختلف عايز أحط أحط فرمات تاني و هكذا طبعا الامج coloring هو إن أنا ببدأ أحول صورة من color domain تاني لو هي مثلا gray بخليها rgb لو هي rgb بخليها domain تانية طبعا domain تانية غير rgb وطبعا دي بيكون لها أهمية في بعض الامليكيشن وحتى على سبيل entertainment يعني مثلا ممكن يبقى عندي مصرحيات أو أفلام أو أغاني كانت موجودة على هيئة abye d-wishwood فأنا عايزة أتفرج الحاجة دي حيث أن أنا أتأثر بها أكتر أو أن أنا بين technology أو أن أنا أقدم خدمة مختلفة للناس ده المصورة تبقى أبي أدوس أعملها أنا بالألوان أو سور الفيديو لو عملت بالألوان يبقى أنا كده قدمت خدمة واختلفة وبالتالي هرقس الفلوس فإن أنا أحاول الحاجة أبي أدوس للألوان طبعا دي حاجة كويسة فإن تبدأ تحول الحاجة اللي قدامك من 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 colors معين ل colors الشابتر ده تتكلم من إيه والدجتال image والدجتال image processing وال stages بتاع والدجتال image processing وأمثلة على والدجتال image processing وال levels اللي هي low level and high level المحاضرة الجيهة إن شاء الله نتكلم في شابتر 2 وهنشرح برضو فيها يعني هي النيبر للبيكسل وليه أصلا بطار إن أنا أستعمل أو أجيب نيبرز يعني نقولها في المحاضرة الجيهة إن شاء الله